موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ومشاهدين الكرام مرحبا بكم في جولة جديدة من كشك الصحافة نستعرض وإياكم كالمعتاد أبرز ما تقوله الصحافة العربية واليمنية نبدأ هذه الجولة بموقع تغير نت نقرأ في عنوينه الرئيسية الناطق باسم قاومة صنعاء يقول قواتنا جاهزة لاقتحام العاصمة إذا فشلت المفاوضات ونقل الموقع عن قائد لواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي كتائب الجيش الوطني تقود العمليات لتحرير مدرية حيفان إلى جنوب البلاد بحاح يتفقد الحالة الأمنية التي تعيشها كل من لحج وعدن من العلوين التي جاءت تفاصيل خبر فوز وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العلقي بجائزة المرأة الشجاعة للعام 2016 يقول الموقع نالت وزيرة الشؤون القانونية نهال العلقي على جائزة من وزير الخارجية الولايات المتحدة الدولية للمرأة الشجاعة للعام 2016 وتابع الموقع قال كانت السفارة الأمريكية في اليمن رشحت الدكتورة نهال العلقي لنيل هذه الجائزة المرموقة والدولية للمرأة الشجاعة اعترافا بمساهماتها في الدفع بسيادة القانون والحكامة والتقدم في اليمن أضف الموقع أيضا الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة في عام 2007 أنشئت لتكرم سنويا النساء في أنحاء العالم التي أبرزن شجاعتهم وقيادتهم في الدعوة لحقوق الإنسان والمساواة مع المرأة والتقدم الاجتماعي في ظل مخاطر شخصية كبيرة إلى الطريق اليمني الصعب إلى الكويت تحت هذا العنوان كتب نصر طاها مصطفى مقالا نشره موقع يامن برس تحدث فيها عن المفاوضات وانية الميليشيا والمخلوع يقول الكاتب تبدو فرص نجاح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أفضل هذه المرأة من كل المرات السابقة للوصول إلى حل سلمي ووقف القتال والعودة إلى المسار السياسي فهو يحاول طبخ المعالجات هذه المرة على نار هادئة مستفيدا من اتفاق التهدئة على الحدود اليمنية السعودية الذي تم مع الحوثيين أخيرا ومستفيدا كذلك من التقدم العسكري الكبير الذي أحرزته القوات الموالية للرئيس هادي في محافظات عدة منها مأرب والجوف وشبوى وصنعاء وتعز وهو تقدم يصب في شكل أو في آخر في مصلحة تنفيذ القرار الدولي 22-16 الذي لا يزال المحور الأساسي المتفق عليه إقليميا ودوليا لمعالجة الأزمة اليمنية والذي أبدى تحالف الحوثي وصالح أخيرا موافقة على تنفيذه عند لقاء قياداته بولد الشيخ في صنعاء يفترض أن يتسلم ولد الشيخ في الأيام المقبلة التصورين مكتوبين من جانب الحكومة والانقلابيين حول آليات وكيفية تنفيذ القرار 22-16 وفيما تبدو الرؤية الحكومية واضحة باعتبارها تتناغم مع جوهر وبنود القرار فإنه متوقع أن تحتوي رؤية تحالف الحوثي وصالح على عراقيل كبيرة وشروط صعبة التنفيذ حول قضايا كثيرة تضمنها القرار وسيكون على المبعوث الأممي محاولة التوفيق بين التصورين تمهيدا للمفاوضات التي ستجري في الكويت يوم الثامن عشر من إبريل المقبل ولا شك في أنه سيواجه صعوبة كبيرة في ذلك بخاصة أنه أشار إلى أن تعقيدات كثيرة ستواجه البدء بإجراءات بناء الثقة الضرورية لإبداء حسن النوايا والجدية المطلوبة للدخل في المفاوضات حيث يتضمن بعض هذه الإجراءات لإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف حصار تعز وهي إجراءات لم يعد الحوثيون بتنفيذها حتى اللحظة نتحوى المشاهدين إلى موقع الموقع ونستعرض أبرز ما ورد فيه الجيش الوطني يعثر على أنفاق سرية أنشأتها ميليشيا الحوثي في ميدي وعنوان الموقع عن الرئيس هادي مخاطبا إيران اليمن لن يتخلى عن شبر واحد من أراضيه لقوة خارجية وعلى المستوى السياسي الخارجية الفرنسية ترحب بوقف إطلاق النار وتدعو للإنخراط في المحادثات دون شروط مسبقة وركز الموقع على تفاصيل عملية بد سحب الأسلحة الثقيلة من المقاومة في عدن وجاء في الخبر بدأت القوات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن عمليات سحب للأسلحة الثقيلة من يد كتائب المقاومة الشعبية بالتزامن مع الذكرى الأولى لانتلاق عصيفة الحزم وأوضحت مصادر عسكرية للموقع إن قرار سحب الأسلحة الثقيلة سيطبق على كتائب المقاومة الشعبية بمختلف فصائلها وذلك لحصر القوة في جانب الدولة وذكرت المصادر القوات الحكومية دشنت هذا القرار باستلام الأسلحة الثقيلة التي كانت بحوزة كتائب المحضار أبرز كتائب المقاومة الشعبية وأوسعها نفوذا وتم نقلها إلى أحد معسكرات الجيش الوطني في عدن وأشارت المصادر إلى أن قرار سحب الأسلحة الثقيلة من دبابات وراجمات صواريخ وعربات عسكرية سيؤدي بدوره إلى حصر القوة بجانب الدولة والقوات الحكومية مما سيعزز دور الدولة في كل المجالات ننتقل إلى موقع الصحوانت أبرز ما جاء فيه هو مجلس مقامة ذمار يتواعد بردع من يقف وراء اغتيال الشيخ العنسي إلى العاصمة صنعاء استمرار الإضراب لليوم الرابع في جامعة صنعاء احتجاجا على قرارات الحثيين كما عنوان الموقع الجنرال الأحمر يترأس وفد اليمن لمؤتمر الدوحة للدفاع البحري تناول الموقع بيان وزارة الإعلام بشأن إجراءات الميليشيا في المؤسسات الإعلامية ويقول الموقع قالت وزارة الإعلام إن المؤسسات الإعلامية مغتصبة شأنها شأن بقية مؤسسات وأجهزة الدولة المسيطر عليها بالقوة من قبل الميليشيا الإنقلابية وبالتالي فإن أي من القرارات والإجراءات المتخذة منها منعدمة كونها صادرة من غير ذي صفة قانونية وأكدت الوزارة في بيان أن أي قرارات صادرة عن الميليشيا الإنقلابية لا يترتب عليها أي أثر قانوني وأن مثل هذه الإجراءات تمثل تجاوزا جديدا من قبل الإنقلابيين يضاف إلى ممارساتهم والتي تعد في مجملها جرائم يعاقب عليها القانون يتابع الموقع جاء البيان على خلفية الإجراءات التي أعلنت عن اتخاذها الميليشيا ضد 38 صحفيا بوكالة الأنباء اليمنية سبا وتهديدها بفصل الصحفيين من وظائفهم على خلفية مواقفهم المناهضة للميليشيا الإنقلابية نذهب إلى موقع يمن مونيتر نطالع أهم ما جاء في أخباره الرئيسية بحاح يشدد على تفعيل دور الأمن في عدن ولحج جنوبي اليمن ونقل الموقع عن سكان محليين القاعدة تبدأ بسحب عناصرها من مدينة زنجبار في التطورات السياسية وزير الخارجية الكويت المبادرة الخالجية منعت خمس سنوات من دمار اليمن واهتم الموقع بخبر تقرير منظمة اليونيسيف عن الأطفال في اليمن جاء في التفاصيل قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن أكثر من تسعمائة طفل يمني قتلوا وأصيب ألف وثلاثمائة آخرون خلال العام الماضي بسبب الصراع الدائر في البلاد وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرتهم مؤخرا أن ستة أطفال على الأقل قد قتلوا أو جرحوا كل يوم خلال العام الماضي في اليمن مشيرة إلى أن هذه الأرقام هي تقريبا سبعة أضعاف أرقام العام 2014 أضاف التقرير هناك زيادة في تجنيد الأطفال في اليمن وأن المنظمة وثقت 848 حالة تجنيد في البلاد ويتابع التقرير بعيدا عن التأثير المباشر للحرب تقدر اليونيسيف أن ما يقرب من عشرة آلاف حالة وفاة إضافية حدثت بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر في العام الماضي بسبب أمراض يمكن الوقاية منها نتيجة لتدهر الخدمات الصحية الحارجة بما فيها التحصين وعلاج الإسهال والالتهاب الرأوي والالتهاب الرأوي بالإضافة إلى ما يقرب من أربعين ألف طفل يموتون سنويا في اليمن قبل بلوغهم سن الخامسة مضى التقرير في قوله إن قرابة عشرة ملايين طفل أو ثمانين في المئة من مجموع سكان البلاد من الأطفال هم الآن في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة ويواجه أكثر من مليوني طفل خطر الإصابة بأمراض الإسهال وأن ثلاثمائة وعشرين ألفا معرضون لخطر سوء التغذية الحاد ودع التقرير جميع أطراف النزاع إلى وضع حد للقتال في اليمن وإلى التوصل إلى تسوية سياسية نبدأ الأخبار التي تصدرت موقع مصدر أونلاين عن مدينة تاعز جاء فيه تجدد المعارك شرق التاعز والمقاومة تقول إن سبعة حثيين قتلوا بالإضافة لأحد عناصرها وعنوا الموقع أيضا عن غارة لطيران التحالف بالقرب من مدرسة غرب العاصمة صنعاء وأخرى في جبل نقم في الشأن السياسي متحدث الحكومة يقول قرار مجلس الأمن هو خارطة الطريق للحل في اليمن وركز الموقع أيضا على الخبر الذي نشره الموقع عن تحريض أكاديميين موالين للميليشيا ضد زملائهم جاء في الخبر شن أكاديميون وطلبة مؤيدون لجماعة الحوثي المسلحة حملة تحريض على زملائهم الرافضين لسيطرة الجماعة على جامعة صنعاء أضف الموقع ووزع أساتذة وطلبة حوثي منشورات في جامعة صنعاء تحريضا على فصل ومحاكمة من يصفونهم بالعملاء المؤيدين للعدوان في الجامعة ويستهدفون بذلك قيادة نقابة هيئة التدريس الذين أصدروا بيانا يرفعون في التعيينات الجديدة في رئاسة الجامعة التي أصدرها نائب وزير التعليم العالي المعين من قبل جماعة الحوثي يتابع الموقع تضمنت المنشورات التي حملت عنوان جزاء ووزعت على نطاق واسع كاتهامات لكل من يرفض قرار الجماعة بأنهم عملاء وبأنهم مؤيدون للعدوان وطالبت بمحاكمتهم باعتبارهم دعاء للفتنة شرعنة الشرعية اليمنية تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقالا عن المشهد السياسي اليمني وقال الكاتب قلنا قبل حين إن قراءة المشهد اليمني الماثل من خلال ثنائية الفارقة بين الشرعية والتمرد ينطوي على قدر كبير من الاستيهام المقرون بالنوايا الحسنة فهذه الثنائية على قدر منضوعيتها وحقيقتها لا تلغي بحال من الأحوال وجود اختلافات بينية داخلية سواء كانت تلك الاختلافات اجتهادية مشروعة كحال كل اجتهاد في المعطى السياسي أو كانت تصادمية مكبوتة ومؤجلة كما شهدنا غير مرة في التاريخ السياسي اليمني المعاصر ذلك التاريخ البائس الذي ما زال يعيد انتاج خرائبه بقوة دفع تتناسب مع الرموز الكئيبة ذاتها التي كانت وما زالت تنبري برؤوس حرابها الناتئة في المعطى السياسي اليمني المعاصر ومهما يكون من أمر التوصيف السابق فإن أبرز حكمة نستقيها من هذا التوصيف يكمن في ضرورة قراءة المشهد خارج الثنائية المغلقة المستغلقة بل ضرورة الخروج من العلاب الكرتونية للتوصيف السائد فالحقيقة تكمن في ذلك البعد الثالث الذي قد لا يراه الكثيرون خاصة المخطوفون بإيقاع اللحظة وجنونها والشاهد على ما نذهب إليه أن الرئيس السابق صالح لا يحوز تأييد كامل المؤتمر الشعبي بل إن قطاعا واسعا من المؤتمرين الرائين يقفون ضد مشروعه الوراثي الجملكي على طول الخط وقد برزت هذه الحقيقة منذ سنوات الحروب الستة على صعدة عندما تيقن المنخرطون في لوثة الحرب أن الهدف منها لم يكن قمع التمرد هناك بل تصفية الجيش الكلاسيكي لأحل جيش الحرس الجمهوري محله وينفسح الطريق للوراثة الجمهورية التي ما أنزل الله بها من سلطان مشاهدين نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع ميوز يمن نستعرض فيه وزير الخارجي الكويتي يعرب عن أمله أن تكون استضافة دولة الكويت للقاء اليمني الشهر المقبل فاتحة خير وعن وضع الصحفيين نقابة الصحفيين اليمنيين تعلن رفضها المطلق للإجراءات التي تطال 38 صحفيا في وكالة سباة للأنباء وعنونا الموقع أيضا موظف قناتي اليمن وعدن بدون رواتب منذ أربعة أشهر بسبب الوزير قباطي واهتم موقع نيوز يمن بالتفاصيل فرض رسوم على المواطنين في السفارة اليمنية في الرياض يقول الموقع في التفاصيل شكى يمنيون مقيمون في السعودية من ممارسات خارجة عن القانون يقوم بها موظف السفارة اليمنية في الرياض وأوضح فهم مارش وهو أحد اليمنيين العاملين في السعودية أن موظف السفارة يقومون بفرض رسوم غير مقررة على معاملاتهم بحجة دعم جرح عناصر المقاومة الشعبية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي قال مارش في منشور على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الموظف المختص طلب منه دفع 200 ريال سعودي مقابل توثيق معاملته البداية من العرب الجديد ركزت على الأوضاع النفسية لأطفال اليمن في ظل الحرب وعنونت الطفل اليمني مصدوم وتقول الصحيفة في روايتها للأحداث المتعلقة بطفلة مرارا تصح فاطمة الخالدي في الليل فزع وتبحث عن والدتها أزيز الرصاص وأصوات الانفجارات التي لا تتوقف في العاصمة اليمنية صنعاء منذ أكثر من عام ترعب الصغيرة في حين تجد أسرتها نفسها عاجزة عن إيجاد حلول لهذه المشكلة يقول والد فاطمة إن الحرب أثرت على ابنته بشكل بالغ بخلاف بقية أطفاله الذين استطاعوا التكيف مع الوضع والذين يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بالرغم من الخوف عند سماع القصف يضيف نسكن إلى جانب مطار صنعاء الدولي شمال المدينة وقد تعرض هذا المكان مرارا وتكرارا لقصف شديد ومتواصل إذ راحت مقاتلات التحالف العربي تستهدف مدرجات الطائرات في المطارين المدني والعسكري وتروي إحدى الأمهات للعرب الجديد معاناة ابنها أسامة والذي أصبح ابنا آخر يختلف عن الذي عرفته أصبح انطوائيا ومكتئبا واختفت ابتسامته الدائمة كذلك هو يعاني حاليا من ضعف في التركيز وخسر بعضا من وزنه بعد فقدانه الشهية تشير الأخصائية النفسية جميلة النزيلي إلى أن للحرب أضرارا غير ملموسة أكثر أولياء الأمور يعتقدون بأن أضرار الحرب على الأطفال تقتصر على الجوع والموت أو الضرر الجسدي ويجهلون أن الحرب تتسبب بمشكلات نفسية خطيرة للصغار يكون بعضها مزمنا فيلازم المصاب طوال حياته ويؤثر على تطوره الصحي والذهني في حال لم يعالج بالطرق العلمية المناسبة إلى صحيفة البيان والتي تابعت إحدى الموضوعات الثقافية في عدن وعلقت في إحدى عنوينها تزايد للأنشطة الثقافية منذ تحرير المدينة من الميليشيات جهود شببية ومجتمعية للنهوض بالمسرح في عدن تقول الصحيفة شهد المسرح في عدن نشاطا متناميا رغم كل ظروف الصعبة التي مرت بها المدينة وساهمت الفرق المسرحية الأهلية في تقديم فقرات مسرحية رسمت من خلالها الابتسامة على وجوه أبناء المدينة وتنشيطا للمسرح في المدينة نظم معهد جميل غانم للفنون الجميلة في عدن فعالية احتفالية بمناسبة يوم المسرح العالمي تحت عنوان أعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا وقالت البيان إن فرقة مسرحية قدمت عرضا لمسرحية تعالج قضايا الإرهاب والتطرف حضيت بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين الذين عبروا عن سعادتهم بعودة المسرح بعد توقف إجبري استمر لسنوات طويلة وتقول الصحيفة الإماراتية إن عدن عرفت المسرح مضو مطلع القرن الماضي وتحديدا في العام 1910 كأول مدينة تشهد هذا الفن في الجزيرة العربية ولكن المسرح حد القول للصحيفة تراجع في عدن كثيرا خلال حكم الرئيس المخلوع الصالح الذي لم يعطي عدن أي تأهمية تذكر في كل المجالات مما ساهم بشكل سلبي في تراجع الفعاليات الثقافية بما فيها المسرح والسنمة هل باتت إيران على هامش اللعبة الإقليمية؟ تحت هذا العنوان كتب مروان قبلان مقالا في العرب الجديد عن ما اعتبره تراجعا للدور الإيراني في المنطقة وقال الكاتب لم تعد تصريحات المكابرة التي تصدر عن المسؤولين الإيرانيين معتدلين كانوا أو متشددين مدنيين أو عسكريين قادرة على إخفاء حقيقة أن نفوذ إيران الإقليمي يتجه نحو مزيد من الانحسار نتيجة المتغيرات التي ترأت على المنطقة في الشهور الأخيرة فإيران وخلاف كل المزاعم والتحليلات التي كانت تنظر أو تبشر بحسب موقع قائلها بتحولها إلى قطب إقليمي مهيم يمسك بخيوط اللعبة في ملفات المنطقة الكبرى بعد توقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات تستميت اليوم للاحتفاظ ببقايا نفوذ راكمته على مدى العقد الماضي وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين أخيرا مدى ضيق بعملية التهميش التي يتعرض لها دورهم ونفوذهم في المنطقة على يد الروس والأمريكان على السواء من ذلك زعم وزير الدفاع الإيراني حسن دهقان أن مساعدة بلاده الروس في سوريا هي التي مكنت النظام من الصمود وتجاوز الإنهيار وقد سرت أخيرا تقارير عديدة تفيد باشتداد الخلافات داخل إيران حول المسؤولية عن ضياع سنوات من العمل والدعم والاستثمار لتثبيت النفوذ الإيراني في سوريا قبل أن يأتي الروس ويخطفوه بضربة واحدة في ضوء سعيهم إلى إقامة طويلة في سوريا وهكذا يبدو أن عهد تراجع أدوار القوى الكبرى الذي سمح لإيران بالتمدد في المنطقة قد انتهى فعليا فقد اختطفت روسيا سوريا من فم إيران فيما عادت أمريكا إلى تقاسمها العراق أما اليمن فلم تربح إيران أصلا حتى تخسره فأين هي النفوذ التي يتخوف منها خصوم إيران ويتغنى به حلفاؤها وإن هي العواصم العربية الأربع التي يزعم لالي طهران السيطرة عليها مشاهدين ننتقل إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي قالت عن مصادر من المقاومة والجيش الوطني أن قواتهما واصلت التقدم في مناطق في مدرية نهم وسيطرت على مواقع مطلة على وادي ضبوع وباتت تتحكم في واحدة من أهم طرق إمداد المتمردين الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح وكشفت المصادر عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للمقاومة والجيش في جبهة نهم بينها راجمات صواريخ وأضافت إن ثلاثين متمردا على الأقل قتلوا في اليومين الأخرين جراء المعارك وغرات لطيران التحالف من جهة أخرى أكدت مصادر أن القوات العسكرية أن القوات العسكرية تقدمت في مدرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرقية اليمن وافقت على تهدئة المعارك مع المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح لدواع إنسانية وتفيد الصحيفة أن قائد اللواء 21 ميكا جحد العلقي وافق على هدنة كانت قد طالبت بها شخصيات اجتماعية في مدرية بيحان وذلك للسماح بمرور محروقات لتوليد الطاقة الكهربائية إضافة إلى المواد الإغاثية والطبية كتب الروائي الجزائري المعروف وسيني الأعرج عن الطريقة التي يفترض بنا أن نواجه بها الإرهابيين أيام انتصاراتهم وقال وسيني الشجب الآن لا يكفي لأنه بعد أقل من أسبوع يتم نسيانه وكأن الأمر مجرد ردة فعل سرعان ما تنتفي بانتفاء أسبابها الظاهرة واعتقد أن الإرهابيين المحترفين في القتل يضحكون كلما رأوا الشجب على الشاشات العالمية لأنهم يعرفون جيدا أن ذلك لن يذهب بأصحابه بعيدا على الخوف أن يغير مواقعه المقولة الشهيرة للباحث الجزائري الكبير والسياسي المحنك رضا مالك الذي بدأ بها خطابه في عز أيام الإرهاب يوم جنازة المسرحي الكبير عبدالقادر علولة في ألف وتسعمية وأربعة وتسعين في عز الألم والدم والدموع يومها غيرت الدولة من طريقة تعاملها مع الظاهرة وأدركت متأخرة أن الآلة الإرهابية تحتاج إلى استعمال كل الوسائل الشعبية والعسكرية والترسانة القانونية العادية والخاصة للمقاومة والخروج من دائرة السياسات النفاقية كيف للخوف أن يغير مواقعه من المجتمع الضحية باتجاه الإرهابي العدمي حينما يدرك هذا الأخير أنه أصبح يواجه قوة أكثر تنظيما منه وأكثر فاعلية من مخططاته وأن كل سبوله أصبحت مغلقة لهذا يصبح التضامن الدولي الضروري سياسة وليس فعلا طارئا تتحكم فيه الوقائع والأحداث لتتمكن أخيرا من ظاهرة عابرة للقارات ليست جديدة لكنها تتلون بحسب الأزمنة والأمكنة مجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتور نختم بها حلقة اليوم من كوشكو الصحافة على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر